أعجز في الفترة الأخيرة عن تمييز طهري لأنني في العادة أطهر بعد سبعة أيام وبعدما أرى وبعدها أرى الكدرة والصفرة مع الدم فقط أثناء قضاء الحاجة وأحيانا من غير الدم أثناء الحاجة هل تعتبر مع الحيض الكدرة والصفرة ولا أعتبر طاهر وأقتسل في حال عدم رؤية الدم فقط أصاب أني شك يعني هذه المساء المساء الحيض والنفاس والطهر بالنسبة للنساء يعني هي حقيقة يعني مشكلتها أن النساء تتفاوت في هذا الأمر ليس كل النساء على درة نوع أنا سأعطيكم أن أحوال النساء في هذه في الجملة وكل واحدة تعرف وضعها أولا النساء على أربعة أقسام إما أن تكون منتظمة مميزة وإما أن تكون منتظمة غير مميزة وإما أن تكون مميزة غير منتظمة وإما أن تكون لا مميزة ولا منتظمة ما معنى هذا الكلام منتظمة يعني دورتها ثابتة سبعة أيام تسعة أيام خمسة أيام ثلاثة أيام منتظمة كل شار هذه دورتها وهذا جل النساء جل النساء الدور عندهن منتظمة دائما سبعة أيام دائما ستة أيام دائما خمسة أيام دائما ثلاثة أيام يعني منتظمة هذا جل النساء بعض النساء لا تكون منتظمة ولا تكون منتظمة لأسباب أحيان خلق هكذا يعني ابتلاء من الله تبارك الله تكون دورة غير منتظمة أحيان خاصة إذا كانت متزوجة حاطة لولب أو تاكل الحبوب منع الحمل هذه تؤثر في الدورة لكن إذا لم تكن كذلك وإنما الطراب بدون سبب فهذا موضوع آخر هذا قد يقع عند البعض لكنه قليل فالمهم إذا كانت المرأة مميزة مميزة يعني تعرف دم الحيض من غيره ودم الحيض كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف أسود يعرف يعني له رائحة يعرف يعني له رائحة وفي رواية يعرف يعني تعريفه المرأة فدم الحيض أول شيء أحمر قاد قاتب يسمونه الدم غزال يعني قريب من السواد الشيء الثاني يكون كثيرا الشيء الثالث يكون معه آلام الشيء الرابع يكون له رائحة إذا الرائحة أسود كثير ألم أربعة علامات أربع علامات لدم الحيض إنه أسود إنه كثير له رائحة ومعه ألم ألم الحيض ألم الدور يسمونها عادة النساء تعرف الدم من تشوف الدم تعرف هذا الدم حيض ولا لا لأن إذا كان نقط يسيرها ليس حيضا إذا كان فاتحا ليس حيضا إذا كان ليست له رائحة ليس حيضا إذا كان قلنا ماذا أسود يعرف كثير ألم بدون ألم ليس حيضا إذا دم الحيض المرأة تميزه عادة فإذا كانت المرأة مميزة وفي نفس وفي الوقت ذاته منتظمة دورتها فإما أن تعمل على التمييز وإما أن تعمل على الانتظام والأصل تعمل على الانتظام أربعة أيام عادة تطهل تغسل ونتهى الأمر إذا غسلت هنا كيف تعرف إنها طهرت لا حالة تعرف فيها المرأة إنها طهرت من الحيض إما برؤية القصة البيضاء ويما تسمى البياضة أو الطهارة عند بعض النساء وهذه تخرج عند كثير من النساء وليس كل النساء يسمونها قصة البيضاء أو الطهارة أو البياضة فإذا خرجت هذه البياضة أو القصة البيضاء أو الطهارة هذه علامة إنه انتهى الحيض إذا لم ترى القصة البيضاء أو لم تكن من عادتها فإنها من خلال القطن أو المناديل أو غيرها تضعها مكان نزول الدم فإذا رأتها بيضاء معناها يعني ما فيها حمراء ولا كدرة ولا صفرة كدرة يعني اللون الوصخ البنية أنت هكذا إذا لم تجد شيء من هذه الألوان معناها طهرت من الحيض و انتهى حيضها فإذا رأت المرأة القصة البيضاء أو رأت الطهارة بحيث أنها وضعت المنديل و خرج أبيض كما هو فانتهى الأمر انتهت حيضها تغتسل وتصلي لو خرج بعد الاغتسال كدرة أو صفرة أو نقاط دم ليس حيضا ليس حيضا خلاص انتهى الحيض واذاك تقول ما كنا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا يعني ما نعتبرها طيب انتهرت كدرة والصفرة هذه أوساخ ليس حتى الدم لو خرج بعد الطهر لا يعتبر لا يعتبر إذن هذه الحالة الأولى وهي تكون مميزة ومنتظمة الحالة الثانية وهذا أكثر النساء تكون مميزة ومنتظمة حالة الثانية أن تكون مميزة لكن غير منتظمة مرة سبعة أيام مرة ستة أيام مرة خمسة مرة تسعة يعني تعمل على التمييز بدأ منها مميزة تميز الدم حيث صحيح الدورة غير منتظمة لأنه يتميز تعرف دم الحيض من غيره في مجرد أن ينقضي دم الحيض وتشوف الطهارة خلاص انتهى الأمر حتى لو مرت سيه سبعة ومرت سيه ستة تستمر حائض حتى تنتهي الدورة النوع الثالث وهي أن تكون منتظمة لكن غير مميزة منتظمة دورتها ستة أيام نقول لها نزيل شون دم قالت الله ماعرف شون ريحتها ما شم كثير ولا قليل والله ما أدري جنا كثير جنا قليل ما مميزة لكنها منتظمة تمشي على الانتظام على الانتظام الدورة يبقى النوع الرابع وهو المتعب وها غير مميزة وغير منتظمة وهذا قليل جدا في النساء أن تكون غير مميز وغير منتظمة هذه إذا يعني كثر مع هذا فإن تنظر إلى أخواتها كم دورت أخواتها وكذا تستمر على أخواتها ما عندها أخوات بنات عمها لأن هذه أشياء وراثية إذا أخواتها كلهم ستة أيام أو سبع تيام وكذا تستمر معهم ستة أيام تغسل وتصلي لأن غالبا هناك ما يكون استحاضة بعد الحيض تلحق بالحيض استحاضة فهذه تغتسل إذا صار مجرد انقطاع للدم تغتسل أو إذا استمر الدم معها تنتظر لكن أقصى مدة 15 يوم لا يمكن أن يتعدى الحيض 15 يوما أبدا فإذا استمر معها الدم إلى 15 يوم اليوم السادس عشر تصلي تغسل وتصلي حتى لو الدم مستمر استحاضة هذا ليس دم حيض ولا يمكن أن تأتي حيضة بعد حيضة بعدها بسبوع يعني تقول أن طهرت قبل اسبوع والحين ياني دم الحيض مستحيل لا يأتي دم الحيض بأقل من 13 يوم طهارة أقل شيء أقل شيء لابد أن تكون طاهرة لمدة 13 يوم أقل شيء ثم بعد ذلك ممكن أن ينزل الحيض أما قبل ذلك يعني بعد عشرة أيام نزل الحيض موحيض ليس حيوة نعم